هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بمناسبة تتويج فريق كرة القدم بالنادي بكأس مسابقة الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه وأعرب سموه عن تهانيه الخالصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولعبي الفريق وكافة منتسبية النادي وجماهره على هذا الإنجاز الرياضي المشرف للوطن والذي يضاف إلى سجل إنجازات كرة القدم البحرينية ويعكس تطورها وتمييزها على مستوى القارة الأسيوية ويعزز كذلك من الإنجازات التاريخية لنادي المحرق العريق وما حققه من بطولات وألقاب عبر مسيرته الرياضية ونوه سموه بجهود نادي المحرق العريق الدائمة ووضعه دوما نصب عينه رفعة اسم مملكة البحرين في البطولات على المستويات الإقليمية والدولية والتي تدخل على الجميع الفرحة والسرور والفخر والاعتزاز مشيرا سموه إلى أن الروح الحماسية التي ظهر بها اللاعبون طوال مباريات البطولة وما قدموه في المباراة النهائية كان له بالغ الأثر في الحصول على هذا التتويج وأن هذه الروح هي محل تقدير من الجميع